هتكلم في المحاضرة دي على الماموري باس اركتكتشور بتاع الارم بروسسور هنتكلم على البوت كونفجراشن هتكلم على جنال اوبوت كونفجراشن هتكلم على الاسكيماتيك دياجرام بتاع الكيت اللي حبنستعملها علشان نقدر نتعرف على طريقة الانترفيسيج معاها وهنتكلم على اول بروجيكت نتعرف عليه في الجنال البروز انبوت اوبوت بروغرامي الباس اركتكتشور في الارم بروسسور بتكون من مجموعة من الماسترز ومجموعة من السليفز الماسترز عندنا ثري ماسترز اول واحد هو الكورتكس امثري كور دي كود باس السيستم باس الجنال البروز دي امي باس في عندنا ثلاثة سليفز هو الانترنل اسرم باس انترنل فلاش ميموري باس باس احب تو اي بي بريدجيس اللي هي الادفانس هايه افرمانس باس والادفانس بريفرال باس وباسيكي ده اللي بيكونكت لكل البرفرال زي موجودة على الارم بروسسور ده بلوغ دياجرام للسيستم الاركتكتشور بتاع الارم بروسسور بتاعنا عندنا الكورتكس امثري سي بيو موجودة هنا عندنا الدي كود باس والسيستم باس والدي امي باس هما دول تلاتة ماسترز الموجودين عندنا التلاتة سليفز الموجودين عندنا نلاقي الانترنل فلاش باس انترنل اسرم باس والاي اتش بي تو اي بي بي بريدج اللي هو موجودة هنا دوت ده يعتبر اللي هو بيوصلنا لكل البرفرالز الموجودة عندنا في الارم بروسسور بتاعنا في هنا اللي بيعمل الاربيترياشن بالنسبة للتلاتة باس دول هو الباس ميتريكس الموجودة هنا بتعملها بطريقة الراوند روبين اللي بيالوكيت تايم سلوتس لكل واحدة من الباس دي بطريقة متساوية بحيث ما يحصلش حاجة بنسميها او ما يحصلش ان يبقى في واحد منهم ما يحصلوا يعني ما يبقاش عنده اي اكسس خالص او ما يبقاش في واحد دومينت على بقية الماسرز التانيين طبعا ممكن هنا يبقى في عندي بالاضافة للحاجات اللي كلمنا عليها دي في عندنا بس زيادة اللي هو الإي كود بس ده لبي يفيد الانشتراكشن بس على طول ديركلي من البروسسور للفلاش ميموري ده بيساعدني ان انا اقدر اخد الانشتراكشن ديركلي من البرووسسور يعني من الفلاش ميموري على طول ده كل الحاجات اللي احنا نتكلم عليها بعد كده موجودة عندنا في الجزء دوت كل البريفرارز بعدنا سواء كانت تايمر سواء كانت USR سواء SPI بس سواء ADC او دي اللي هو ال Digital Converter هكذا كلها موجودة عندنا هنا في الجزء بتاع ال Advanced Peripheral بس. كDefinitions ممكن نتكلم على الاي كود بس اللي هو بيكوننكت ال Instruction بس of the Cortex M3 core to the Flash Memory Instruction Interface وبيحصل عليه بقى ال Instruction Fetches يعني انا باخد ال Instructions بتاعتي من ال Flash Memory عن طريق الاي كود بس ال Decode بس بيستعمله برضو نحنا نقدر نعمل Literal Load and Debug Access للميموري برضو للفلاش ميموري برضو بس ده بنسميه Data Interface بحيث نحنا بنقدر نستعمله بعض الاستعمالات التانية المختلفة مش بس نقدر ناخد بيه Instructions لا ممكن ناخد بيه Data كمان. السيستم بس الحقيقة بيكوننكت السيستم بس of the Cortex M3 core اللي هو اللي داخل ال Cortex M3 Processor بتاعنا ليه البس ميتريكس عشان نقدر نمانيج ال Arbitration between Core and DMA ال ABB اللي هو Advanced Peripheral Bus ده اللي بيكوننكت كل ال Peripherals اللي موجودة عندنا في ال R Processor على الميم بس بتاعنا ال AHP هو Advanced High Performance Bus ده اكشوري هو ده اللي بيطلع لنا من System Arbitrator او البس ميتريكس باعتنا وهو بعد الكلب يتوزع لل ABB 1 و ABB 2 يعني عندنا 2 Advanced Peripheral Bus يعني Buses وهنا فيه عندنا واحد بس AHP وممكن يبقى فيه عندنا بعض الحاجات قنكت ديركت لLi HP زي ال Reset وزي ال Clock وزي بعض الحاجات التانية اللي ممكن تبقى قنكت لLi HP في عندنا DMA Bus دا بيكوننكت ال AHP Master Interface of the DMA to the Bus matrix which manages access to the CPU Decode and DMA to the SRAM flash, memory and peripherals يعني ممكن نستغل بقى عن طريق اللي في بس بتاع DMA دوية يعني ممكن نعمل DMA عن طريق البرسيسور نفسه او عن طريق البريفرالز ان احنا نقدر نعمل بعض الوبرائشن ديركلي مش شارط ان يبقى فيه البروستر دايما يبقى ينفول فيه البس ميتريكس نفسه هو اللي بيمانج الاكسس الاربترائشن between the core system bus and the dma master bus الاربترائشن زي ما كنا بنقول بييوز round robin algorithm اللي هو بيدي ايكول time shares لكل واحدة من الثلاثة masters وبايسكلي ده بيبقى يعني الحقيقى ابسط انواع الاربترائشن الموجودة والحقيقى بتبقى most efficient ببعض الاحيان الAHP ABB Bridge ده بايسك عندنا اثنين منه علشان نقدر نبروفايد full synchronous connections between the AHP and two ABB buses يعني عندنا الAHP اللي هو high performance bus بيروح لاثنين peripheral buses فبايسكلي كل واحد من الABB buses دول بيوبرات at full speed up to 24 ميجا هيرتز وبايسكلي البريتش دوت هو اللي بياخد الAHP bus وبيحوله لاثنين buses اللي هما الABB1 والABB2 كmemory organization احنا طبعا كنا تكلمنا في المحاضرة الاولانية قلنا ان الاركيتكتشور بتاع الاربترائشن بيبقى فمعنا كده عندنا البروغرام ماموري الديتا ماموري الرجسترز الاي او بورتز كل الحاجات كل الحاجات اللي لها علاقة بالماموري او لها address عموما بنعمل لها accessing بطريقه دي بقى كلها موجودة في نفس الماموري سبيس ويبقى عبارة عن linear 4 جيجا بايت address space دي طبعا جيلنا من ان احنا عندنا البروغرام بتاعنا الادرس يعني الوث بتاع الادرس lines بتبقى 32 بيت فبايسكلي بتاعني ان احنا عندنا 4 جيجا بايت address space البيتز او كوديد الماموري in little indian format little indian معناه ان احنا بنتكلم على lowest numbered bytes in the world is considered as the world's least significant byte and the highest numbered byte the most significant يعني مثلا لو انا عندي انتجر مكون من 2 bytes يبقى معنا كده لو انا بكتبه مثلا بابتدها من ادرس 1000 يبقى هكتبه في ادرس 1000 و ادرس 1001 مثلا اوكي يبقى معنا كده بتكلم ان انا عندي ان انا دلوقتي الادرس 1000 ده بيبقى فيه least significant part of the variable بتاعي او data type بتاعي الادرس 1001 بيبقى most significant part of data type بتاعي ده بعكس بقى حاجة ما نسميه البيج انديان بتبقى العكس البيج انديان بيبقى مبتدي بال most significant وبعد كده بينزل بعد كده لل least significant فنبقى عارفين برضو الكلام ده علشان في بعض الاحيان لما بننزل down assembly مثلا اولا حاجة ونكون عايزين نعمل accessing individual bytes لازم يبقى عارفين بالزبط الترتيب بتاعنا بيبقى عامل ازاي عمتاً addressable memory space بتاعنا بيبقى divided into main blocks 8 main blocks each of 512 ميجا بايتس طبعا احنا عندنا في البروسيسور بتاعنا احنا عندنا memory بتاعتنا flash memory بتاعتنا وكل الحاجات بتاعتنا عمتا تبقى قل من كده شوية بس هنتكلم دايما على الفور جيجا بايت address space علشان برضو نبقى بنتكلم بطريقة general ليبقى اي arm processor 32 بيتنا بطر نتكلم عليه بالنسبة لي memory map بتاعتنا هنلاقي ان address space بتاعنا اللي هو بنكلم على 4 جيجا بايتس بنكلم عليها بتاعتنا ديت بيبقى فيها اجزاء مختلفة بيبقى جزء منها SRAM بيبقى موجود عندنا SRAM موجود عندنا بالشك ده كده بيبقى فيها عندنا الجزء بتاع الperipherals موجود عندنا برضو الperipherals دي موجودة متوزعة كل الregisters داعت كل الports مكتوبة موجودة عندنا في الجزء بتاع الperipherals دوت بيبقى فيها عندنا مجموعة من internal peripherals الموجودة في الكورتكس M3 بيبقى لها برضو address space مخصوص بتاعها بيبقى reserved فبيبقى عندنا الحاجات اللي مكتوبة عليها reserved دي بيبقى مستعملها في بعض الoperations اللي هي مفيش للبروغرام لها low access عليها يعني في بعض الحاجات اللي جوه ال M3 processor مش مفروض ان البروغرام يغير فيها فدي بتبقى لها يعني locations في الماموري space بس دي مش accessible by the program فطبعا احنا هنتكلم في كل واحدة من الperipherals احنا بنتكلم عليها هنتكلم على مجموعة من الregisters اللي احنا هنتعامل معها بالنسبة للcontrol واللي احنا نكوميونيكات مع البريفرال دوت ونعرف الادرس بتاعها بالضبط فين في الماموري ماب كميموري ارجانيزيشن بقى بنسبة ال ARM processor عندنا embedded SRAM اللي الموجودة عندنا نشفناها في البروغرام بتاع البروغرام بتاعنا باسيكلي عندنا up to 32 كيلو بايتس بيكلم على ان كل واحدة من دول بنظر نملاق accessing as bytes or half words or full words يعني اذا نراها 8 bits 16 bits او 32 bits بداية الادرس بتاع SRAM هو 0x2000000 يعني بيكلم لها address space ما هواش يعني arbitrary لا ده موجود وثابت ما هواش بيتغيه ما يداش نغيره في عندنا feature لطيفة جدا بالنسبة للميموري ارجانيزيشن في ARM processor بنسميها bit banding دي بتسمح لنا ان احنا نعمل accessing bits معينة موجودة عندنا في الرجستر بتاعتنا as word as a لها address كده بنقدر احنا نكتب فيه ولما نكتب فيه بنغير فعليا في البيت دي بمعنى ان انا ممكن دلوقتي البيت رقم سبعة من الرجستر الفلاني ممكن اخليها ايبالها address عادي خالص اكنها direct address ولو كتبت في ال direct address ده ادرسات او اريسات البت دي فبنكلم على ان احنا بننقلود two bit band regions in region z بتماب each word in an alias region of memory to a bit in a bit band region of memory فباسيكلي writing to a word in the alias region has the same effect as read modify write operation on the targeted bit in the bit band region يعني بمعنى احنا عندنا region معينة الريجن معينة دي لها alias region alias دي معناه ان انا دلوقتي اكني عنوان مشابه للعنوان او لو رحت للعنوان اللي هو الاليس region دوت, هيوديني العنوان الاصلي اللي موجود عندي في البيت باند ريجن فباسيكلي لو انا كتبت في حتة في الاليس ريجن هتكتب لي في بت معينة في البيت باند ريجن دي بريد رايت موديفاي اوبرياشن بحيث انها حتى تبقى اتوميك اوبرياشن, فدي بتسهل علي ان انا يبقى فيها عندي ادرس معين اقدر اكسس بيه بت باي بت بدر ما اضطر ان انا اعمل اقرأ وبعد كده اعمل ending او اعمل masking يعني سواء ending او orange او كده وبعد كده اكتب يبقى فيه عندي 3 operations لا انا ممكن ان انا حول الكلام ده لاتوميك اوباريشن بستعمال بيت باندنج بتستعمل في الحاجات اللي انا ممكن يبقى فيه عندي كذا اكسس على نفس البيت يعني فرضا دلوقتي انا كنت هقرأ الاول وبعد كده هعمل masking عشان اقدر اخد بيت معينة او عشان اغير بيت معينة اخليها value تانية وبعد كده عيد كتابة البدي يبقى فيه عندي كده 3 operations او 3 instructions و 4 لو فرضا جالي interrupt في النص والانترابت ده غير لي بعض ال registers اللي تستعمل في الكتابة يعني لو انا كنت بكتب من accumulator مثلا والaccumulator ده تغير في الانترابت اللي انا رحت فيه دوت نتيجة لكده ممكن ان انا الكتابة بتاعتي تتأثر ممكن اكتب حاجة مختلفة او ممكن ان انا في الانترابت اللي انا رحت له دوت يغير الحاجة اللي انا كنت قريتها في الاول فيبقى معنا كده الحاجة اللي انا بعد كده بعمل لها masking وبعمل لها writing هتبقى مختلفة فأمتا في احوال كتيرة جدا بنحب فيها ان احنا يبقى عندنا حاجة بنسميها atomic operations بنعمل فيها read, modify, write في نفس ال operation بحيث ما يبقاش فيه اي مشكلة خالص وما يبقاش فيه اي risk من يبقى فيه تغيير في القيمة بتاعت الحاجة اللي قريتها دي قبل ما عيد كتابتها تاني فباسيكلي بنتكلم على ان عندنا البريفرال رجيسترز كلها يعني والاسرام are mapped in a bit band region ودي بتألو single bit band write and read يعني operation to be performed يعني عمتا نلاقي البريفرال رجيسترز كلها والاسرام كلها موجودة في bit band region طبعا احنا عندنا لو احنا فكرنا كده احنا الميموري بتاعتنا بنتكلم على حجمها صغير جدا يعني حجمها ما يزاتش عمية 28 ميجا بايت في وسط الاربعة جيجا بايت address space فما عنديش اي مشكلة ان انا ااخد areas معينة من address space بتاعي انا اللي هو ال 128 ميجا بايت دي واخليها مفروضة بقى على ال 4 جيجا بايت address space دوت بحيس ان انا استغل الوجود address space دوت ان انا اسهل على نفسي ال operations بتاعت ان انا اكسس bit operations ال bit banding formula بتبقى بالشكل اللي احنا شايفين قدامنا دوت bit word address ال address بتاع ال bit نفسها في ال alias region بيساوي bit band base زائد byte offset في 32 30 زائد bit number 4 طبعا احنا بنكلم على bit band base دوت هو ال address بتاع word in alias memory region that maps in the targeted bit اللي باكلم على ال address دوت اللي هي ال address في ال alias region bit band base هو starting address of the alias region byte offset هو بتاعه within bit band region يعني لو فرضا bit band region بتبتدي مثلا من 2000 وانا كنت بتكلم على 2007 يبقى معنى كده offset بتاعي ده هيبقى هو السابع بتاع تده bit number يعني انا جوه بقى ال address دوت جوه ال address هو 2007 انا بتكلم على انهي bit بقى بكلم على bits بقى من 0 غاد 7 جوه ال byte دوت هي دي bit number بتاعتي. هناخد مثال على كده عشان نقده نفهم الكلام ده احسن شوية. لو انا دلوقتي خدت مثال ان انا عايزة bit 2 of the byte located في ال sram address 0200 0300 طب احنا اتفقنا ان ال ram بتبتدي من 2004 هنا كويس فلو احنا قلنا ال sram base address بتاعنا في bit band region بتاعتنا هي 0x22 000000 offset بتاعنا هنا نتيجة لان هي من بداية ال sram offset بتاعنا هيبقى 300 ده هو order بتاع ال byte في bit band region هيتضرب في 32 وعندي bit number 2 ديت هتضرب في كام؟ هتضرب في 4 زي ما شفنا في الفورمولا بتاعتنا فباسيكي لو احنا اخدناها بالشكل ده كده هنبص نلاقي ان ال address بتاعنا بتاع ال alias region بتاعنا هيبقى عبارة عن 0x22 006008 فلو انا كتبت لل address دوت انا باكتب ديركت لل bit number 2 في ال sram address دوت مش محتاج ان انا اعمل read وبعد كده mask وبعد كده write يعني بعملها كلها في operation واحدة في طبعا مفيدة جدا لو انا قريت منها برضو نفس الكلام هترجع لي اما 0 و اما 1 حسب قيمة ال bit d cam فطبعا زي ما قلت كده احنا بدلا ما كان عندنا مثلا في حاجة في عندنا يعني يعني range كده من الماموري هو بيبقى فيه ممكن يعني بيبقى فيه bits كده ممكن انا اكتب فيها وقر منها على طول لا احنا دينا كده لوقت هي اريا كبيرة جدا بتانكلود كل ال preferral registers بتانكلود كل ال sram بحيث اسمح لي ان انا اقدر اكسس كل واحدة منها بbit wise operation مش محتاج ان انا اعمل زي ما كنت بقوله قبل كده فتاني احنا هنا خدنا base address بتاعنا اوكي وضيفنا عليه offset اللي هو بتاع البايت بتاعتنا مضروبه في 32 وضيفنا عليه ال bit number اللي هو اتنين هنا مضروبه في اربعة وجبنا بعدك ال address اللي احنا بعدك هنا نتعامل معاه اكين هو ال bit اللي احنا بنكلم عليها هنا دي لو انا عايز اخلي ال bit دي بتساوي 0 يبقى هكتب ال address ده بيساوي 0 لو عايز اخليها بتساوي واحد يبقى اكتب ال address ده بيساوي واحد يبقى direct operation او direct addressing كده نقدر نكتب ال address دوت ال content بتاعه نغيره نخليه 0 او 1 حسما عايز ال bit دي تبقى 0 او 1 ولو اريته هيتطلع لي 0 او 1 depending على ال bit دي ب 0 او 1 فطبعا زي ما بقول كده دي بتسمح ان انا قادر اعمل read write modify directly من ال address اللي انا حطيته في ال alias region ديت طبعا ال arm processor بيبقى فيها عندنا embedded flash memory دي اللي بنحط فيها البرنامج بتاعنا ممكن نحط فيها data حسب الحجمة بتاعها طبعا ممكن نستعملها في كذا استعمال طبعا الفرق من ال flash memory وال eep rom ان ال eep rom اللي هي electric erasable programmable rom بتبقى الحقيقة ممكن احنا نكتب byte by byte يعني ممكن نكتب byte by byte في ال flash memory actually متقسمة المجموعة من blocks ما ادرش ان انا اكتب في byte within block ده لو عايز اغير bit within block لازم امسح البلوك كله واكتبه نقوله جديد تاني فطبعا بيبقى فيه اختلاف شوية بس طبعا بيبقى فيه بعض المزايل ال flash memory طبعا عشان كده بنستعملها في applications في عائتنا وعادة هي اللي موجودة دلوقتي في كل ال processors اللي بنلاقيها available programmable in the field يعني فاحنا عندنا ال processor بتاعنا بيعتبر mid range يعني medium density processor فبلاقي ان احنا عندنا 128 كيلو بايت موجودين عندنا في flash memory هنلاقي ان هي متوزعها بشكل يبقى فيه عندنا حاجة بنسميها main memory بيبقى فيها 128 page كل page بتبقى 1 كيلو بايت بيبقى فيه عندي هنا information block بيبقى فيه عندي جزء منها بنسميه system memory بيبقى حوالي 2 كيلو بايت وفيه مع مجموعة برا option bytes كده بتبقى يعني مجموعة للحاجات الاساسية اللي ممكن السيسم يستعملها علشان اساسات او اساسات او يعني بعض الحاجات اللي بتعتبر configuration بالنسبة للسيسم بتاعنا وفيه بعد كده بالنسبة لل flash memory interface دي بتبقى basically بنستعملها لما كنا عايزين نعمل programming لل flash memory فbasically احنا عادة من access الجزء اللي فوق دوت الجزء بتاع system memory ده ساعات نقدر نعمله يعني استعمال لما بنكون عايزين نعمل booting من system memory هو كده ساعتها ممكن احنا لو احنا عايزين نعمل bootloader ولا حاجة ممكن نبوت من system memory وبعد كده نلود بعد كده البرنامج بتاعنا من مكان ونكتبه بعد كده في flash memory لو احنا عاوزين فطبعا دي بتعتمد على options بس طبعا ابسط طريقة نقدر نستعمل بها البروسيسو بتاعنا نحنا نكتب برنامج بتاعنا المين بلوكس المين بلوكس المين بلوكس المين بلوكس الموجود عندنا هنا او المين ماموري الموجود عندنا في الimbedded flash ونبتدي نكسيكيوت منها على طول مباشرة بدل ما نضطر ان احنا نخش في القصة بتاعنا نعمل bootloading الboot configuration بيعتمد على status بتاع two bins موجودين على processor البنز دي مش حاجة internal حسب ما انا بحط على external bins دي يعني logic values او digital values او واحد او zero اللي بيحصل ان هو بيشوف بعد كده هو هيبوت منين فباسيكلي في عندنا الboot bins دي بيبقوا on the fourth rising edge of system clock after reset يعني بعد ما بيحصل reset بيستنى اربعة clock cycles وبعد كده يشوف الboot bins دي فيها ايه الboot bins دي موجودة عندي على يعني hardware bins موجودة على processor نفسه وباسيكلي انا بحط عليها من بره واحد او zero depending انا عايزة ابوت منين لو انا دلوقتي عاوز يعني البنز دول عايزة بوت من main flash memory زي ما كنت بقول من شوية باسيكي بحط هنا zero على boot zero واي حاجة على boot one boot one ما تفرقش معي لو حطيت هنا دي واحد يبقى لازم احدد boot one بكام لو هي بزير واحد هنا يبقى معنى كده انا هبوت من system memory لو واحد واحد هبوت من embedded sram اوكي فطبعا ال embedded sram طبعا في الاول زي ما احنا عارفين هكيدا تبقى فاضية بس انا ممكن انا اعمل حاجة تبقى يعني بعد ما اشغل البرنامج بطريقة معينة ممكن الود sram ببرنامج معين وبعد كده اعمل rebooting بعد ما اكون غيرت القيمة بتاعت boot zero boot one علشان تلود البرنامج من embedded sram يبقى طبعا بتساعدني ان انا ممكن انا اغير البرنامج او اعمل البرنامج يعني ثانوي مثلا ممكن اشغله بعد ما اشغل البرنامج الرئيسي الموجود في المين flash memory فباسيكلي حسب الابليكيشن بتاعي انا بخلي boot one و boot zero بيساوي cam دول بيتعملوا hardware من بره دول مش software دول hardware من بره بيتقروا من جوه وبعد الريسات على طول هو بيشوف القيم بتاعتهم بتساوي cam علشان يشوف required boot mode هو عبارة عن ايه فباسيكلي برضو ناخد في اعتبارنا ان ال boot pins دي بتبقى resampled when exiting the stand by mode في عندنا stand by mode كده زي ما احنا كنا بنشوف مثلا في الكمبيوتر في عندنا stand by mode على الكمبيوتر العادي خالص هو في ال stand by mode هو بيروح لل low energy state كده ويفضل موجود فيه غاية لما انا اعمل له wake up لما بتدي اصحيه بتدي يشتغل تاني هو بيعمل برضو تاني sampling لل boot pins ولازم علشان كده لو انا كنت عايزه يفضل بنفس الطريقة اللي هو كان شغال بيها لازم اميك شور ان ال values بعد boot 1 و boot 0 يفضلوا زي ما هم بعد stand by ده ما يحصل فدي طبعا واحدة من الحاجات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا في design بتاع السيستم اللي بيستعمل ARM processor بالشكل اللي احنا نتكلم عليه هين نبتدي بقى نتكلم على general purpose input outputs طبعا احنا يعني بنجامب شوية اهد في بتاعت ARM processor علشان عايزين نجرب شوية حاجات بادينا عايزين بعد ما ناخد المحاضرة دي عايزين نبتدي نشتغل بادينا ونبتدي نجرب حاجات نقدر نشوفها ونشوف لها output بشكل واضح. فطبعا من اهم ال peripherals الموجودة عندنا في اي microcontroller هو general purpose input output pins. دي basic تسمحيني انا اقدر اطلع output ديجيتال اقدر اخد input ديجيتال ممكن برضو في بعض المود ممكن استعملهم في حاجة زي alternative function كده ممكن استعملهم كbass يعني pins يعني ممكن استعملهم كجزء من bus او ممكن استعملهم كanalog input او analog output. فطبعا كل الحاجات دي في الاخر بتبقى basicly متامدة على general purpose input output ports الموجودة عندي والconfiguration بتاعها انه يكون بالشكل المفروض بيسمح بالfunction دي انها تتعمل. فبنتكلم دلوقتي على كل واحد من general purpose input output ports الموجودة في ARM processor عندها اتنين 32 bit configuration registers اللي هو GPIOX CRL وCRH لو بكلم على اي حاجة حط فيها اكس صغيرة كده معناها انه ممكن تبقى 1 و 2 و 3 و 4 و 5 حسب عدد البورس الموجودة عندي. طب احنا عندنا هنا عدد كبير من البورس عندنا يعني ممكن انه يبقى فيه يعني 1 2 3 4 5 يعني بحيث ان احنا يبقى فيه عندنا كل واحد من دول بيبقى له الconfiguration register low والconfiguration register high المختلفين عن التاني بيبقى فيه عندنا برضو قصاد كل واحد من دول بيبقى فيه عندنا 32 bit data registers برضو بيبقى فيه عندنا يعني 2 من دول بيبقى فيه واحد بيبقى input data register واحد output data register يعني واحد لما كنا عايز اقرى بقرى idr لو هو input data register لما كنا عايز اكتب في ال register ده باكتب في output data register فلازم علشان كل يعني بورت بتاعنا نقدر نقرأ ونكتب منه لازم فيه عندي الاتنين دول موجودين حتى لو انا هستعمله ك-input بس لازم التول موجودين عشان بعد كده لو فيه برنامج تاني يتحط على نفس البروسيسور دوت نقدر نشغله ك-output لو احنا عاوزين بيبقى فيه عندنا حاجة اسمها set reset register هنتكلم عليه برضو ده بيستعمل مهمة اوي في الجزء بتاع ال atomic operations اللي هو بيعمل read modify write في one operation في عندنا واحد تاني اللي هو prr ده بيبقى set reset معنى انها ممكن اخلي input output ports بتاع تبقى يعني 0 او 1 هنا لا ممكن اخليها 0 بس يعني ممكن اعمل لها reset بس الاتنين دول بيبقى برضو فيهم شوهم بعض بس ده ممكن استعمله في read write او اعمل بي set reset يعني خليه بزيرو او 1 او هنا خليه بزيرو بس في عندنا locking register ده بيسمح لي ان انا unlock البورت بتاعي ده بحيث ما ادرش ان انا اغيره بعد كده في البرنامج ما ادرش اغيره هل لما اعمل reset كل واحد من البورت bins اللي موجودة عندنا واكشل كل بيت يعني موجودة فيه طبعا نقدر نعمل لها individual configuration by software in several modes يعني نقدر نغير ال configuration بتاعتها الوحديها عشان ممكن تبقى اي واحدة من الحاجات اللي هنتكلم عليها هنا دلوقتي ممكن تبقى input floating ممكن تبقى input pull up ممكن تبقى input pull down ممكن تبقى analog ممكن تبقى output open drain ممكن تبقى output push pull ممكن تبقى alternate function push pull ممكن تبقى alternate function open drain طبعا احنا بنتكلم على كل واحدة من دول هنتكلم على كل واحدة من دول بالتفاصيل لما نيجي نتكلم على المود بتاعها طبعا دي تسمحي اني بقى فيه عندي very wide range of يعني interfacing capabilities موجودة عندي بهيس ان انا اقدر انترفيس بالبروسيسور ده مع اي حاجة من الحاجات اللي موجودة حاليا في الدنيا زي مثلا لو انا عندي مثلا بكلم منها interface input output مثلا مع حاجة تانية او interface input pass او interface analog مثلا مع peripheral معين كل الحاجات دي هي متاحة بالنسبة لنا فبايسيك نقدر نقول الحاجات اللي نقدر نشغل بها general input output تبقى almost complete يعني عندنا كل الحاجات اللي ممكن نحتاجها علشان انترفيس مع اي حاجة من الحاجات اللي موجودة في الالكترونيكس دلوقتي basic structure بتاع اي واحدة من general purpose input output bits الموجودة عندنا بتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت بيبقى في عندنا هنا زي ما احنا شايفين كده دي الpanel اللي هي الموجودة على ال chip من بره دي اللي بنشوفها من بره بيبقى في هنا protection diodes موجودة لشان تبروتكت يعني سواء لو كان الفولت عالي او كان الفولت اقل من vss طبعا يبقى range بتاعنا بتاع input output دوت يبقى في range بتاع vss لغاية vdd بنتكلم على ان هنا بيبقى في عندنا two tracks موجودين كده واحد ال input واحد ال output output بتاعنا بيبقى جاي من output data register ال output control اللي هو في الاخر بيختار لي عن طريق push pull circuit هنا اذا كان ال output بتاعي اللي هيطلع هنا هيبقى push pull او يطلع لي open drain ممكن ال output ده يبقى واخد من حاجة بنسمية alternate function output يبقى ساعتها ال output data register مش هو ال involved معايا دلوقتي لو انا بتكلم مثلا ان انا مستغل ال input output pin دي كمسلا واحدة من البنزل اللي بستعملها مثلا في UART مثلا او بستعملها في SPI bus ساعتها ال control بتاعها او ال data اللي بتروح فيها بتبقى جاياني من حاجة تانية مختلفة عن output data register بيبقى برضو دخل هنا كده وبيبقى عندي هنا multiplexer بيختار لي حسب انا مختار ان انا مستعملها يعني output data او مستعملها alternate function output وببقى بعد كده بتعدي بنفس الطريقة بحيس يبقى عندي alternate function دي ممكن تبقى برضو اما push pull لو الاتنين دول شغالين active هما الاتنين او open drain لو هي شغالة بس في الجزء بتاع ال NMOS وال PMOS من الشغالة بنتكلم على ان الجزء بتاع output data register ده ممكن نكتب فيه مباشرة او ممكن نكتب فيه من خلال bit set and reset registers اللي هي ال BSRR او ال bit BRR اللي هما لاحكونا شوفناهم اللي هما بيشتغلوا على طول باتوميك فممكن يكتب هنا من ده ده على طول او ممكن يجيلنا الكتابة directly على output data register ال path التاني او الطريق التاني الموجود عندنا بيبقى هو بتاع ال input بيبقى فيه عندنا هنا shmit trigger كbuffer وده بيبقى برضو بيبقى enabled or disabled حسب الاستعمال بتاعي ويروح بعد كده على input data register او ممكن يروح على alternate function input يعني اولا برضو مستعماله كبس وده ال input بتاعي ده مثلا هي Rx مثلا بتاع UART بتاع serial communication ده بيروح على طول على alternate function مش بيبقى له علاقة بال input data register ممكن بقى لو انا بتكلم على ال input ده ان هو analog يبقى معنا كده مش محتاج انا يبقى فيه عند شميد تريجر هنا يعني عندي analog value هنا بيبقى شميد تريجر بالنسبة لها كdigital function يعني مش هيبقى له معنا فباسيكلي انا بخلي الشميد تريجر ده يبقى وباخد ال input بتاعي Directly كانروج input على ال peripheral اللي هو بيتعامل معاها سواء كان انروج تشتر كونفيرتر او اي حاجة تانية او كمبراتور او كده وما بعدهوش خالص على الجزء ده فطبعا احنا بنتكلم على ال input driver ده وال output driver ده هم انا واحد فيه من الشغال واني واحد فيه من الشغال حسب انا بكونفيجر المود بتاعي بتاع البن دي هو عبارة عن ايه بالظبط وطبعا انا مش بتكلم على ال configuration ده انه هو بالنسبة للبورت لا بكلم على مستوى البن الموجودة في البورت يعني كل بيت في البورت ممكن اعمل لها configuration بطريقة مختلفة لو بكلم بقى ال configuration بتاع ال GPIO bits ال individual GPIO bits بيبقى في عندي configuration 01 يعني دول اساسيين جدا اللي هما configuration اللي موجودين في ال configuration register بتاعنا بيبقى basically يعني بيحددولي المود بتاعي بتاع ال operation عامل ازاي بعد كده بقى فيه mode zero mode one موجودين في حالة معينة لما بكلم على output مثلا بيبقى موجودين بس بيشتغلوا في output في ال input ازاي بيبقى zero وفي بعد كده ال output data register بتاعي بيبقى قيمته بتساوي كام او قيمته تفرق في ايه اا يعني او مفروض تكون كام ده برضو ده يعتمد برضو على ان انا بحط ال input بتاعي او المود بتاعي بيبقى عبارة عن ايه فاول حاجة بيبقى اول mode عندنا كconfiguration mode general purpose output فده ممكن طالما general purpose output يبقى ده بيبقى zero cnf1 بيبقى zero لو انا عايزه push pull بيبقى احط هنا zero في cnf0 لو عايزه open drain بحط في cnf0 احطه واحد الفرق من ال push pull وال open drain ان عندي في ال push pull بيبقى ال output بتاعي يبقى zero و يبقى واحد انما في open drain يبقى zero و يبقى open circuit او open drain بيبقى فيه طبعا استعمالات كتيرة مفيدة جدا ال open drain مثلا لو انا كنت عايز اسحب current كبير عشان نشغل بيه حاجة كبيرة يرسح سنسحب current ده من خارج ال chip علشان ما بيبقاش عندي current الكبير اللي انا بسحبه دوت ماشي gold chip فممكن يسخن للشيب ممكن يحصل لي منها damage بيتكلم على لو عندي alternate function output بيبقى عندي اما push pull اما open drain نفس الكلام برضو بيبقى cnf1 هنا بقى بتساوي واحد و برضو لو كنت عايز push pull بيبقى zero لو عايز open drain يبقى واحد بالنسبة لل input ممكن يبقى ال input بتاعي ده يبقى analog فباسيكلي بيبقى عندي في الحالة دي يعني بحط cnf1 بتساوي zero و cnf0 لازم تساوي zero لو كنت عايز ال input ده يبقى floating يعني معنا كده بتكلم ان هو يعني مفيش عليه اي حاجة مش وصل باي حاجة خالص يبقى بحط cnf0 ليه بتساوي واحد ال input pull down لو انا عايز ال input بتاعي دوت لو هو مش floating لو انا مش عايز بيبقى floating floating معناها انها دوقتي مش موصله باي حاجة خالص pull down يبقى موصله بالground موصله بال resistance بالground بحيس ان الحالة بتاعته في اي وقت ما تبقاش مش معروفة ما تبقاش undefined لا تبقى معروفة ان لما فيش input داخلي بيبقى ال value اللي عليه تبقى zero ولو انا عايز اخلي ال value اللي عليه باي ديفولت تبقى واحد بحطوله pull up resistor لو حطيت resistance وصله بال VCC او VDD فباسيكلي لو انا دلوقتي حطيت ال input بتاعي zero هو ستيل هيبقى zero برضو بس نقطة لو انا ما كانش عندي اي حاجة خالص لو كان ال line بتاع ال input يبقى pull up لل VDD يبقى pull up للواحد علشان تقلل نويز شوية بالنسبة للشيب بتاعتي فباسيكلي التلاتة مود دول بحدد منهم لو انا كنت عايز اقرأ من ال pain بتاعتي دي احنا عندنا في مود zero مود واحد دول بيحددولي اكشوالي ال speed بتاع الانترفيس اللي هنا بتاع ال output ده ده حاجة يونيك لل output لو في ال input ده لازم يبقى zero اوكي فباسيكلي هنشوف ال table اللي هو في الصفحة اللي جاية هيورينا ان كل واحدة من دول بيبقى لها speed مختلفة حسب ال configuration بتاع ال mode zero mode one bits output data register بتاعي دوت ال output ده بكتب في ايما زيرو ايما واحد بكتب برضو ايما زيرو ايما واحد في ال output data register بالنسبة ال alternate function output زي ما انا كنت بقول الحاجة اللي بتكتب فيه مالهاش لازمة لان هي مش بتخش فعليا على الجزء بتاع ال output driver لان انا دلوقتي بختار alternate function output اللي جاي لي وهو ده اللي بيخش بدل الجزء بتاع ال output data register لو مفاكرين كان في عندها مالتيبلاكسر اللي كان موجود دوت هو اللي فعليا بختار بال alternate function وبسيب ال output data register في الحالة دي ال value اللي بتكتب فيه مالهاش اي قيمة نفس الكلام بالنسبة للجزء بتاع ال output data register في ال analog وال analog floating او ال input floating ففي الحالة دي ال output data register موجود اي value خاص ما يفرقش بالنسبة لو انا عايز اخلي ال input بتاعي pull down بحط هنا zero لو عايز ال input بتاعي بقى pull up بحط هنا واحد بالنسبة لل selections بتاعي زي ما كنا بنقوله عندنا ثلاثة selections ممكنين لهم 0-1-1-0-1-1 ده بيحدد لي ان maximum output speed بتاعتي لو انا بطلع output waveform مثلا maximum speed بتاعتي بتبقى 10 ميجا هنا بتبقى 2 ميجا هنا بتبقى 50 ميجا هنا zero zero دي مش option يعني معداش ان انا احط المود دوت يبقى zero zero فده طبعا حسب ال waveform اللي انا بحتاج ان انا اطلعها من output pin بتاعتي باختار انا واحدة من دول وطبعا لو انا مثلا بطلع output مثلا خمسة كيلو هيرتز ولا حاجة فمعنى كده انا اختار اقل حاجة رغم ان كلهم المفوط يشتغلوا الا ان طبعا كل ما انا قللت output speed بتاعتي كل ما انا خليت power consumption بتاعتي البورت ده بتبقى اقل كل ما عليت maximum output speed بتاعتي كل ما انا عملت power consumption اكتر شوية بالنسبة بقى اللي بيحصل after reset طبعا دي حاجة اساتية جدا لازم بعرفينها الreset value بتاع الconfiguration دي بتبقى ازاي بالظبط فانلاقي ان alternate functions are not active and the IO ports are configured in the input floating mode يعني في عندنا cnf bits بتبقى 01 والmode bits بتبقى 2000 عشان يبقى input زي ما شفنا طبعا ال input floating mode ده the safest mode لان احنا بنتكلم على ان البروستسور بتاعنا هو بيقوم هواش عارف في الاكسترنر circuit اللي حواليه عاملة ازاي فلو احنا عملنا له configuration كاوبوت مثلا وكان هو بانترفيس للبورت بين دي مثلا مع output تاني فيحصل طبعا في مشكلة انه ممكن الاثنين هما يحصل لهم damage فطبعا ال input floating mode حتى لو فيه input هو connected by input مش هيبقى فيه اي مشكلة خالص لو connected by input او output مش هيبقى فيه مشكلة فطبعا ده هو بيقوم في safest mode وبعد كده في البرنامج في configuration part اللي في اول برنامج خالص نقدر نعمله configuration انه هو يكون اي واحدة من المود اللي احنا اكلمنا عليه when configure as output the value rating to the output data register اللي هو ال odr register is output on the iopen يعني لما بكتب مثلا واحد بيطلع لي واحد لما بكتب zero بيطلع لي zero بس ناخد بالنا ان احنا بنتكلم على push pull هو بيطلع لي فعلا zero واحد اللي هما logic zero و logic واحد لما بكلم على open drain mode بيطلع لي zero بيطلع لي zero والواحد بيطلع لي open drain فطبعا لو احنا فاكرين بيبقى فيها عندنا في circuit بتاعت اللي هي ال output driver بيبقى فيها عندي واحد NMOS واحد PMOS يعني transistors اللي يوصلين ببعض فباسيكلي NMOS دوت لما بيبقى activated بيطلع zero لما PMOS بيبقى activated بيعمل short circuit مع الواحد فباسيكلي لما انا بخلي NMOS بس هو اللي بيبقى activated لما يبقى فيه zero يبقى معنى كده ياما بيبقى فيه zero وهي ما فيه open circuit طبعا زي ما قلت انه بيبقى فيه بعض المزايا لحاجة زي كده لشان ممكن انا بكون بها انترفيس مع حاجة بتحتاج current driving capability عالية فبدل ما خلي current يمشي من خلال chip بتاعتي ممكن اعمله من برا عن طريق pull up resistor external للarm processor ال input data register اللي هو ال idr بيكابشور ال data present on the io pin at every app clock cycle يعني عند ال peripheral bus clock cycle باسيكلي بنقرأ او هو بيكابشور ال data اللي موجودة على ال input output pin ويخليها stored هنا عندي في ال input data register يعني باسيكلي ممكن لو انا قريت ال input data register ده اعرف ايه اللي موجود دلوقتي حالا على ال pin اللي موجودة على ال arm processor من الخارج فطبعا كل ال GPIO pins have an internal weak pull up and weak pull down which can be activated or not when configured as input زي ما احنا كنا قلنا ان احنا depending على ال value بتاعة ال configuration register بتاعنا ده و depending على ال value بتاعة ال output data register بتاعنا كممكن احنا نخلي ال input بتاعنا ياما input floating ياما pull down ياما pulled up ال pull down ده معنانا فيه resistance كبيرة واصلة بground وال pull up معنانا فيه resistance كبيرة واصلة بالVDD طبعا دي بتبقى مفيدة علشان لو ال line بتاعي دوت floating مفيش اي حاجة واصلة عليه من برا احنا بنفورس ال line ده يبقى low logic level محدد بحيس نقلل ال noise اللي موجود عندي جوه في ال processor بتاعي نتكلم بقى دلوقتي على ال atomic bit set or reset يعني احنا بنتكلم في ال atomic read modify axis احنا بنتكلم على ان احنا بنخلي كل ال operations بتاعة read, modify, write تتعمل في مرة واحدة تتعمل في one clock cycle بحيس ما يبقاش في interruptions in the middle to cause errors يعني احنا بنتخيل مثلا لو احنا دلوقتي فرضا في عندي flag موجود والفلاق ده بيبقى accessed بكذا حاجة ممكن يبقى مثلا في interrupt مثلا بتاع تايمر لما بيجي بيبص على حاجة معاينة في الفلاق ده وممكن يعملها modification ممكن بفي كذا interrupt بالشكل ده فلو انا دلوقتي بتكلم انا في جوهل برنامج بتاعي بقرى الفلاق دوت وعلى اساس كده يعني بموديفاي الفلاق وعمله ري رايتنج تاني ممكن في اثناء التلاتة operations اللي هي read وبعد كده الموديفكيشن او اللي انا بشوف اللي فيه وبعد كده بقرر هكتب ايه وبعد كده بكتب فعلا الحاجة اللي انا قررتها دي لو جالي في النص اي انترابت والانترابت ده غير لي الفاليو بتاعة الفلاق دوت بيبقى فيه مشكلة الحقيقة بنسميها الرئيس كونديشن الرئيس كونديشن ده معروف قوي في الفيلد بتاع الـ ان ممكن يبقى فيه كذا حاجة بتحاول تكتب في نفس المكان فممكن يحصل نتيجة لكده خطأ في التعامل مع الفلاق دوت ممكن يبقى فيه حاجات تحصل وممكن يبقى فيه نتيجة الحاجة زي كده فالاتوميك اوبريشن بتاعة الفلاق دوت بتاعة الفلاق دوت بمعنى ان احنا ما يحصلش ان احنا في النص يحصل انترابشن فيحصل فيحصل بارشل ست فدي طبعا حاجة اساسية جدا وحاجة مفيدة جدا فباسيكلي لو احنا عملنا الكلام ده ممكن يعملو كذا طريقه ممكن يعملو كذا طريقه ممكن يعملو ودي طبعا طريقه مهاش كويسه خالص لان احنا ممكن نعطى الحاجات ممكن تبقى فيها time critical operations فمش مستحسنش نعملها بالطريقه دي احنا ممكن نعملها عن طريقه ان احنا ببرمج ODR at bit level فممكن نعملها اكشوالي ان احنا نعملها في single atomic ABB2 وده الحقيقة بيتعامل بان احنا نستعمل الريجيسترز احنا كلمنا عليها في الاول خالص اللي هي البيت سات ريسات ريجيستر او البيت ريسات ريجيسترز اوكي البيت س دي او الريجيسترز دي لو انا كتبت فيها هي بتعملي atomic operation على البيت المقابلة لها فباسيكلي بنتكلم على ان انا لو فرضا خدت الريجيستر ده الريجيستر ده زي ما هنشوف في اخر المحاضرة لما نبص عليه انا نلاقي ان هو متقسم هو 32 bits متقسم لاول اول مجموعة من البيت بتاعت الريسات والمجموعة التانية بتاعت الست فمعنى كده لو انا كتبت واحد في البيت بتاعت الستنج يبقى معنى كده ان انا بكلم على ان البيت الفلانية اللي في الريجيستر او ال جي بي اي او بورت الفلاني هتبقى واحد باتوميك اوباريشن نفس الكلام بيحصل بالنسبة للريسات هنا لو انا كتبت واحد في بيت رقم مثلا تمانية يبقى معنى كده البيت رقم تمانية في ال جي بي اي او مثلا ان هو بتاعي اللي انا بتكلم عليه هنا دوت هيبقى بزيرو مباشرة باتوميك اوباريشن ده طبعا حاجة مفيدة جدا وبتساعدني ان انا اتغلب على مشكلة الريس كونديشن الممكن تحصل عندي وممكن ان هي تبقى مفيدة جدا في احوال بتاعت الريد موديفاي رايت اوباريشن والتي بنسعمل الحقيقة كتير جدا في البروغراميك بتاعنا لو عايزين بقى نكونفيجور الريجرال بريبوس اوبوت بورت بتاعنا ان هو يبقى ايمبوت وطبعا بيتكلم على مستوى البيت برضو مش مستوى البورت وكله لازم نخلي الاوبوت بوفر لازم نخلي الريجرد في اليمبوت ده اكتيفيتد ممكن بقى ان احنا نخلي الويك pull up او pull down اكتيفيتد او حسب الكونفيجريشن بتاعتنا ده ممكن نخليها تبقى pull up او pull down او floating زي ما انا عاوز حسب اليمبوت تايب اللي انا عايزه وباسيكلي الديتا اللي هي موجودة على اليمبوت اوبوت bin بتبقى sampled into the input data register في كل من البروغراميك اللي هو واصل بالجرال اوبوت بورت دوت فلو انا قريت اليمبوت ديتا ريجستر دوت هنقدر العطول نعرف اليمبوت اوبوت بتاعتنا بتاعت البن دي بالذات بتساوي كم بالظبط لو بصنا عليها بقى بقى بلوغ دياجرام هلاقيها بالشك ده كده الجزء اللي هنا اللي كان موجود بتاع الاوبوت درايفر هنا كله مش موجود خالص يعني بيبقى عندي اكني عملتله ما بقىش موجود اكنه هنا بقى اوبن سيركت يعني مفيش اي باث هنا خالص دلوقتي من ناحية التانية هنا هلاقي ان الباث بتاع اليمبوت دي بقى موجود والشميت تريجر ده بقى اليمبوت ناجر ا vin وباخد ابدا دي جراجر اوعا بل بياخد على طول الديتا بيدخلها الحاجه اللي موجودة على اليمبوت اوبود هنا بتبقى موجود عندي على اليمبوت ديتاجر الرججر بوت بتاعي بابروغرامد از اوبوت. وبكلم برضو بتوايز يعني بكلم كل بيت لوحديها. الاوبوت بوفر ساعتها بيبقى انابلت. في الحالة دي ممكن اخليها يعيبها اوبن درين مود. يعني الزيرو في الاوبوت ريجيسر بيكتيفيت الانموس. والواحد في الاوبوت ريجيسر بيليف البورت انهاي امبيدان ستايت. يعني بي موس درايفر is never اكتيفيتد. لو كنت بكلم على البوش بول. الزيرو بيخلي الانموس اكتيفيتد فيطلع لي زيرو. والواحد بيخلي الاوبوت ريجيسر بيكتيفيت البي موس يعني بيطلع لي واحد. يعني زيرو بيطلع زيرو لوجيك زيرو. او بكلم على في اس اس. وبكلم على الواحد بيطلع لي في دي دي. وطبعا في الحالة دي بقدر نانا درايف بي مثلا لاد او درايف بي. حاجة تبقى محتاجة لوجيك ليفل سابت. هنا لازم في الاوبن درين مود لو عايز يستعمله في نانا درايف بي اي حاجة من بره لازم احطله بولاب ريزيستور خارجي علشان يقدر يوصل للفل اللي هو لوجيك وان او في دي دي لما يكون في الهاي اميداس مود. الشباب تريجر ايمبوت بيبقى اكتيفيتد. الويك بول اوب والبول داون ريزيستورز ار دي سابل. ما نهمش لازم في الحالة دي ان انا مش عامل لوقتي ايمبوت. ما دارش لازم ان انا حط ويك بول اوب او بول داون على الاوتوت اللي انطلعو. الديتا اللي هي برزنت على ايمبوت اوبوت بين. بتبقى ستيل برضو سامبل انتو اليمبوت ديتا ريجستر برضو كل وممكن اقول ان انا لو اريت بتاعي هايقل لي بتاعت ايمبوت الرجستر بتاعت ت petite بتاإيت متى اوبوت اساوي کیم يعني يقول ال اوبوت بتاعي اللي موجود حاليا على بيساوي كام. ولو انا بقى بقى الايمبوت بتاعت بيطالع لي حالة ما بيساوي كام لو انا بقى اريت الاوبوت بيقول لي اخر قيمة مكتوبة في كام بتonaوي كام. فطبعا بتكلم على ان انا اول قيمة اخر قيمة كتبتها الموجودة عندي هنا بتبقى هي ممكن تكون مختلفة شوية عن هنا لان انا بتكلم هنا عادة الـ output data register لو انا شغال في الـ open drain بيبقى عندي دنيا مختلفة شوية بالنسبة الـ input ممكن الـ input بتاعي يختلف عن الـ output اللي موجود هنا. بس في كل احوال لما بقرأ الـ input data register بقرأ الحاجة اللي موجودة على الـ input output pin الـ output data register لما بقرأ بيقول لي اخر قيمة كتبتها فيك انا بتساوي كم. ده شكل الـ configuration بتاع الـ output pin لما بتكون configured as output هلاقي الـ output driver هو بقى موجود عكس الحالة بتاعت الـ input هلاقي ان انا عندي الـ P-MOS والـ N-MOS دول بيبقوا activated حسب الـ اذا كان push pull ولا open drain الـ N-MOS ده ما احنا شايفين كده لو هو activated يعني بخلي الجزء ده short circuit يعني معنا كده النقطة دي اللي يطلع علي على الـ input output pin بقت وصلة بالـ VSS بshort circuit. الـ P-MOS لو انا شغال في الـ push pull يبقى معنا كده لما بدخل هنا واحد يبقى معنا كده الواحد ده بيخلي لي دي short circuit فمعنا كده الـ VDD بيبقى موجود على الـ input output pin. لو انا شغال open drain الواحد اللي موجود هنا ما بيطلع ليش على الـ P-MOS فالـ P-MOS دايما بيبقى deactivated فمعنا كده ان ده لو هو في انا بكتب فيه واحد يبقى معنا كده الـ N-MOS بيبقى deactivated يعني بopen circuit والـ P-MOS بيبقى open circuit فمعنا كده هنلاقي الـ input output pin ده بقى floating high impedance state. لو احنا بصينا برضو على الجزء بتاع الـ input path بتاعنا هلاقي الـ Schmidt trigger موجود بحيس ان انا اقدر اقرأ لو انا اريد دلوقتي هقرأ الحاجة اللي موجود على الـ input pin ده مباشرة على الـ input data register و هلاقي ان انا عندي في الحلقة دي الجزء بتاع الـ bit set و reset هلاقيهم وصلين مباشرة بالـ output data register بحيس ان انا اقدر اكتب مباشرة بـ atomic operations مش محتاج ان انا استنى او اعمل ماسكينج او اقرأ وبعد كده اموديفاي وبعد كده اكتب في تلات خطوات ممكن اعملها بالشكل ده هنا لو عملتها direct read write انما لو حبيت اعملها بـ atomic operations ممكن اكتب في الـ registers دي ومنها على طول هي بتكتب atomic operations في الـ output data register نخلي بقى ان الـ registers دي لما بكتب فيها واحد في اي bit هي automaticly bit set او reset مباشرة يعني بمعنى ان انا لو دلوقتي كتبت فيها مثلا في الـ bit رقم تلاتة حطيت فيها واحد وبقيت الـ bits تانية بزيرو يبقى معنى كده هو مش بيكتب في الـ bits تانية زيرو لا ده بمسلا بيسات الـ bit اللي هي موجودة رقم تلاتة في الـ output data register بواحد ويخلي بقيت الـ bits زي ما هي فباسيكلي الـ bits الموجودة عندي في الـ set register zone اللي هما الـ bsrr والـ الر اللي هكلمنا عليهم دي بتتعامل برضو bit twice لما بكتب واحد في bit معينة بتعمل بتاعت الـ setting او resetting بتاع الـ output data register لما بكتب هنا زيرو مبيحصلش حاجة حبيب اقارن الشكل اللي احنا شوف نعمل كده في الـ input configuration مع الـ output configuration هنلاقي بوضوح الجزء بتاع الـ output driver ما كانش موجود هنا موجود الجزء بتاع Schmitt Trigger برضو موجود زي ما هو يعني ما فيش اي اختلاف فيه كان عندي هنا الجزء بتاع الـ weak pull up والـ weak pull down resistor زي عندها pull down resistor وده pull up resistor ما بقيتش موجودين هنا خالص لهم هنا مش activated يعني كل الحاجات التانية زي ما هي ما فيش اي اختلاف خالص فبسيكلي بقى برضو شايفين يعني حاجة بتبقى كويسة ان احنا بقى شايفين قدامنا الـ block diagram دوت عشان نفهم بالزبط ايه اللي بيحصل لابقى بنيجي نعمل input configuration او output configuration في الـ alternate function configuration احنا ممكن ان احنا نبرمجو كـ alternate function configuration بنحنا نترن on الـ output buffer لopen drain او push pull حسب ما انا عاوز والـ output buffer بيبقى driven في الحلقة دي من السيجنال اللي جيالي من الـ peripheral يعني بكلم مسلا على لو بكلم على الـ UART بيبقى هو ده الـ peripheral بتاعي لو بكلم على الـ SPI بقى ده الـ peripheral بتاعي فهبقى في عندي alternate function out هو ده اللي بياخد ويدخلي على الـ output buffer بتاعي اللي شميت trigger بيبقى برضو سيلة اكتيفيتد ممكن برضو نستعمله بنفس الطريقة اللي استعملناها في الـ normal output mode اللي احنا نكلم معي من شوية والـ week pull up والـ pull down register برضو بيبقى disabled وبردو الـ data present على الـ iopen بتبقى برضو في الـ input data register مفيش اختلاف ونفس الكلام اللي احنا شفناها في لما نقرأ الـ input data register و output data register بيبقى هو نفس الحاجة اللي احنا شفناها في الايه في الحاجات اللي شفناها في الـ output register. طبعا نخلي بقى لنا في الجزء اللي هو بتاع الـ output العادي يعني. الجزء بتاع الـ output data register هنا ملوش اي علاقة خالص بالـ alternate function out. فمعنا كده لما هقرأ ده ده مش يجيبني الحاجة الحقيقية اللي شغالة دلوقتي لان الحاجة دي مش هي اللي طالع على الـ output. عكس دي بقى الـ input data register لو قريته هلاقي ان انا الحاجة اللي بقى اراها دي هي الحاجة اللي طلعه لي من الـ alternate function output. فهنا بقى فيه اختلاف بقى عكس اللي كان موجود في الـ output function العادية. مش الـ alternate function configuration. فباسيك ناخد بقى ان هنا الـ output data register ما هوش له علاقة خالص بالـ output على الـ pin. لان هو دلوقتي الـ disconnected. لان هو دلوقتي بقى connected بالـ alternate function. انما الـ input هو هو بنفس الـ configuration بتاعته فواصل على الـ pin هي هي. فالحاجة اللي مكتوبة على الـ pin دي سواء كانت من الـ alternate function او سواء كانت جيالي من الـ output data register هو بيقدر اراها برضو. نبص برضو على الـ configuration بتاعتها كـ plug diagram. هلاقي عندي الاختلاف الاساسي اللي انا معلمه هنا بالاحمر كده. ان الـ output data register دلوقتي ما بقاش واصل خالص بالـ output control. ما بقاش له علاقة خالص بالحاجة اللي طلعها لي برا. الـ output بتاعي بقى ياخد دلوقتي من الـ alternate function output. بقى جايلي من الحاجة الـ preferred الجوه اللي هو بيستعمل الـ pin ديت. ونفس الحاجة هي هي بالزبط موجودة عندي في الايه? موجودة عندي في الـ input. يعني نفس الـ input بتاعي زي ما هو ما فيش اي اختلاف خاص. اختلاف الاساسي اللي موجود ان انا لو عندي input output او عندي مساء عايزة configure input alternate function. يبقى ساعاتها هخلي الحاجة اللي جايلي بعد دي شميد تريجر دي بدل ما تروح بس على الـ input data register. لا ده تروح لي على الـ peripheral اللي انا بتكلم عليه. لو انا بتكلم مساء على URT. URT بيبقى عندي فيه Rx و Tx. Tx ده بيبعت و Rx ده بيستقبل. فمعنا كده ممكن Tx-Paint بيبقى وصله لي هنا كده. والRx-Paint بيبقى وصله لي من هنا كده. فبقيت الحاجات التانية كلها زي ما هي بالزبط. ممكن برضه configure output بتاعي انه هو يبقى يبقى push pull يبقى open drain. الشميد تريجر ده بيبقى enabled. الـ pull up resistors اللي كانت موجودة هنا في الـ input ما بقتش موجودة. بقوا هما الاتنين دي اكتيفيتد. نفس الكلام برضه بالنسبة للجزء بتاع الـ output data register. الـ output بتاعه بقى او الحاجة اللي موجودة فيه ما تفرقش خالص مع الـ output في الـ alternate function configuration. في الـ analog configuration لازم نخلي الـ output buffer disabled. ده طبعا عشان احنا باسيكلي في الـ analog configuration بناخد input analog من بره. الشميد تريجر input بيبقى دي اكتيفيتد علشان باسيكلي احنا مش محتاجين ان احنا نعمل يعني ثرشولدينج علشان نحول السيجنال اللي جاية دي اما زيرو اما واحد. فباسيكلي الشميد تريجر موجودش اي value في الحالة لزي كده. طبعا احنا بنعمله دي اكتيفيتد علشان الـ power consumption. علشان مش عايزين نحنا نconsume يعني energy من غير ما يكون الشميد تريجر ده له اي فايدة. والـ output بتاع الشميد تريجر actually بيبقى force to a constant value zero. علشان ما يبقاش برضو عامل نويز على الـ input data register بتاعي. الـ weak pull up والـ pull down resistors برضو بيبقى disabled. ما لهمش اي لازمة في الـ analog configuration. والـ read access to the input data register gets the value zero. يعني في الحالة دي لو انا قريت الـ data register طبعا بطبيعة الحال نتيجة اللي انا حاطت على الـ output بتاع الشميد تريجر لو هو force يبقى zero. يبقى معنى كده لازمة الـ input data register دايما هيبقى zero. فمعنى كده الـ الـ input data register ما بتجيبليش اي حاجة لها علاقة بالحاجة اللي موجودة على الـ pin. ده الـ block diagram بتاع الـ analog configuration زي ما احنا شايفين كده الـ output buffer كله disabled. الجزء بتاع الشميد تريجر هنا disabled بيبقى off زي ما احنا شايفين هنا كده. والـ output بتاع force يبقى zero. فعليا الـ analog input اللي جايلي من بره دوت بيمشي في السكة دي كده عشان يروح للـ peripheral اللي على الـ chip اللي هي بتحتاج الـ analog input زي مثلا الـ analog t-shirt converter. فطبعا هي باسيكلي ما فيش اي حاجة خالص من الحاجات اللي احنا نكلم عليها قبل كده دي كلها شغالة. الحاجة الوحيدة اللي شغالة هو الـ path اللي بياخد signal analog يوصلها للـ analog peripheral اللي موجود على الـ chip. الـ control register بتاع الـ GPIO اول واحد فيهم طبعا هو اللي فيه الـ CNF او configuration bits اللي احنا كلمنا عليها. كل واحدة من الـ bits الموجودة عندي في الـ port بيبقى لها 2 configuration bits. فعندنا دلوقتي طبعا احنا عندنا 16 pin او 16 bit موجودة عندنا في كل بورت. فمعنا كده قصاد كده عيبقى عندي configuration bits عددها 16 في 8 يعني عندنا محتاجين 32 bit. وفي نفس الوقت عندنا برضو لكل واحدة محتاجين mode bits. المود bits دي كانت mode 0 و mode 1 زي ما احنا كنا فاكرين. mode 0 و mode 1 دي برضو محتاجين 2 لكل واحدة من الـ port bits. يعني عندنا برضو محتاجين 16 في 2 يعني 32 bit زيادة. فمعنا كده احنا محتاجين عدد من الـ words او عدد من الـ registers وكل الـ register فيهم 32. محتاجين منها 2. فعندنا c-r-l اللي هو control register او configuration register low وconfiguration register high. لو مشينا عليه كده شفنا الـ bits من اول 0 وغاية 31 هنا. هلاقي اني بتكلم هنا على الـ bit number 0. المود بتاعها اللي هو 0-1 وconfiguration بتاعها 0-1. بعد كده بتاع bit number 1. هيبقى فيه عندي المود 2 وconfiguration 2. هنا 2. مود 2 اللي هي بتاع bit رقم 2. وهكذا لغاية لما اوصل هنا في crl. بوصل لغاية الـ bit نقم 7. لاني انا عندي كل واحدة من الثمانية من 0-7. عندي كل واحدة فيهم عندي 2 mode و2 configuration bits. يعني 4 لكل واحدة. يعني 4 في 8 يبقى 32. بنكمل بقى بقية الـ 16 هنا. يعني هتدي هنا المود 8 في الـ bits رقم 0-1 في CRH اللي هو configuration register high. اوكي. فبكلم على ان انا بمشي بقى من اول 8 لغاية 15 لان انا عندي من 0-15 هما 16 bit اللي عندي. كل واحدة فيهم بيبقى عنده reset value معينة. reset value زي ما احنا كنا بنقول. reset value موجودة عندنا في كل bits اللي موجودة عندنا في كل الـ هنلاقيها بتشير لـ input floating mode. زي ما احنا قلنا ان هو ده الـ reset value بتاعت كل الـ configurations باعت كل الـ general pin plus input output bits. لان احنا basically هو ده safest configuration ان احنا نقوم عليه في الـ microprocessor بتاعنا. ممكن بقى نتكلم على الـ input data register. عندنا كل واحدة من الـ bits اللي موجودة عندنا لها bit معينة مقابلة لها هنا. لو قريت الـ bit ديت هتقول لي الحالة بتاعت الـ input output pin بتساوي كام? او الـ status بتاعت الـ input output pin بتساوي كام? اوكي? فطبعا احنا عندنا هنا 16 bit او 16 pin موجود عندنا في الـ port. فمعنى كده يبقى عندنا بس من اول 0 وقت 15. والجزء اللي هو الـ upper 16 bit دول بيبقى reserve. مش محتاجينهم يعني مش ما فيش اي حاجة موجودة فيه. فهنا كل واحدة من دول بتعبر عن pin رقم 0, 1, 2, 3 وكده رقم 15. نفس الكلام بالنسبة الـ output data register. نفس الكلام الـ output data register بتاعنا دوت بيبقى منتكلم على برضو عندنا الـ bit دي بتبقى الـ output data register bit بتاعت الـ bit رقم 0, 1, 2 وكده. هنلاقى ان كل واحد من دول طبعا الـ x دي ممكن نحطها اما a اما b اما c اما d اما d اما a اما f اما g. عندنا عدد من الـ ports من اول a لغاية g. فهنا حسب ما احنا بقى بنستعمل اي بورت بنـ replace الـ x بتاعتنا دي برقم الـ port بتاعنا. بحيس يبقى كل واحد فيهم طبعا له الـ input data register بتاعه والمستقل. الـ bit reset و reset register اللي كنا نتكلم عليه. ده بيبقى فيه برضو 16 bit اللي هم اللي تحت دول بتاع الـ setting. والـ 16 bit اللي هم اللي فوق دول بتاع الـ resetting. كل واحدة من دول بي اس زيرو بي اس واحد بي اس اتنين وهكذا. لو انا جيت مثلا بي اس اربعة حطتها بتساوي واحد. اللي بيحصل ان الـ bit رقم اربعة في الـ port بتاعي هتبقى بتساوي واحد بـ atomic operation. على فكرة مش محتاج ان انا اعملها بـ masking. لو انا كتبت مثلا جي بي اي او اي بي اس ار ار تساوي على طول الرقم اللي هي ده مثلا 0x10 اوكي اللي هي واحد هنا في اربعة وزيرو في الباقي كله. هلاقي ان هي الحاجة اللي كتبت فيها واحد دي هيحصل لها setting بـ atomic operation. لو انا كتبت كمان واحد هنا اوكي. هلاقي ان الاتنين دول هيبقوا set بـ atomic operation مع بعض. بقيت الحاجات اللي كتب فيها زيرو مش هحصل لها اي حاجة خاص. مش هتبقى modify. لو انا عايز اعمل reset هكتب بقى في ال reset bit المقابلة للبيت اللي انا عايزها اكتب فيها واحد برضو. لو كتبت هنا واحد PR6 كتبت فيها واحد اللي هي البيت رقم 22 دي كتبت فيها واحد والباقي كله صفار هيبقى البيت رقم 6 من ال port بتاعي هيبقى هيحصل لها reset يعني توصلت بقى zero. ممكن بقى اعمل نفس الحاجة اللي بعملها من ال reset bit ممكن اعملها بالحاجة بسميها reset register اللي هو بي ار ار. ال بي ار ار ده هو نفس دول بالزبط نفس ال operation بتاعهم هو نفس دول بالزبط. لو انا كتبت هنا بي ار سيكس هنا بواحد والباقي بصفار هتعمل لي نفس الحاجة اللي كنت بعملها هنا. البيت اللي بكتب فيها واحد بيحصل لها resetting او بتبقى بصفر بـ atomic operation. فطبعا دي بتبقى مهمة جدا لما بستعملها مثلا في بعض الحاجات اللي يكون عندي فلاج والفلاج ده ممكن يبقى accessed من حاجات مختلفة ممكن تبقى ايه synchronous او ممكن تحصل بطريقة يعني ما يبقاش يعني فيه synchronization بينهم زي مثلا interrupts او حاجات زي كده يعني لو في حاجة بسلا بعمل لها resetting في ال interrupt وفي الوقت نفسه في برنامج نفسه ممكن انا اغير ال value بتاعتها او احتاج ال value بتاعتها ان انا اقراها قبل ما اغيرها. فدي بحتاج فيها ان انا استعمل atomic operations عشان امانتين ال integrity بتاعت البرنامج بتاعي. ده schematic diagram للكت اللي احن بشتغل عليها. مهم جدا ان احنا نتعامل مع schematic diagram دوت ونفهم منه احنا عايزين انترفيس زي مع الكت ديت. طبعا انا عندنا عدد كبير قوي من ال input output pins اللي موجود عندنا على البروسيسو بتاعنا اللي هو ده. موجود عندنا كبينز على ال pin header اللي موجود عندي على الكت. في عندنا برضو عدد من ال pinز بتاعتنا متوصلة بلدز او متوصلة بسويتش. في عندنا فيه two leds موجودين عندنا وصلين بالconfiguration دي. وفي عندنا switch واصل بالconfiguration ده. في عندنا يعني يعني bottom بتاعنا اللي موجود عندها بتاع reset موصول بالشكل ده كده. وفي عندنا يعني switch اللي هو موجود عندنا user switch واصل بالشكل ده كده. فبص هنا بالشكل اللي هو schematic diagram دوت. هلاقي ان pc9 واصلالي بLD3. اوكي والLD3 اللي هي ال green led الموجود عندي على الكت. والPC8 اللي هو port C bit number 8. واصلالي بLD4 اللي هي ال blue led الموجود عندي على الكت. بالنسبة للreset switch واصل بالشكل ده واصل بالreset الموجود على المايكرو بروسسور او مايكرو كنترولر. وهلاقي ان ال user switch بتاعي. واصللي ك input على PA0. PA0 يعني بورت A بالنبر 0. فباسيكلي لازم ان انا لو انا عايز اتعامل مع ال LED الموجودة دي. احط عليها يعني output بحيس ان هي تخلي ال LED يتنور. يبقى لازم اكون فيجر PC8 و PC9 لو عايزهم ينوروا الاتنين. لازم اخليهم configure as output و as push pull. عشان في الاخر push pull يطلع لي هنا VDD. فمن خلال ال circuit الموجودة عندي من خلال ال resistance دي يمشي current هنا في ال direction ده كده بحيس LED 3 او green LED تبقى منورها. لو انا حطيت وهنا open drain لما حطت هنا واحد مش اتنور ال LED دي. فلازم اكون فيجر PC8 و PC9 انهما الاتنين output و push pull. بالنسبة بقى لل PA0 اللي هي بتاعت الجائلة من السويتش. لازم اكون فيجرت ان هي input. وطبعا هنا مش محتاج ان انا اخليها لها pull up او pull down resistors. فممكن اخليها input floating. او ممكن يعني ممكن اخليها على ال state الاصلية بتاعتها اللي هي default state بتاعتها. اللي هي reset state بتاعتها اللي هي floating input. او ممكن لو حطيتها او pull up او pull down resistors مش هتفرق الحقيقة. بس برضو يعني طالما هي اشغالة بال floating يعني او floating input mode. يبقى مش محتاج ان انا اكون فيجر البندي اصلا خارز. طبعا نخلي بقى ان هنا فيه pull down resistance هنا. فباسيكلي دي بيتخلينا ناخد بقى ان احنا مش محتاجين اصلا نتيجة ان فيه واحدة موجودة برا. هنحاول بقى دلوقتي نطبع عملي بعض الحاجات اللي انا اخدناها النهاردة. في project بسيط كده. هنبتدي فيه الحقيقة من واحد من الexample project الموجودين مع الكب بتاعتنا المتاحين من خلال موقع بتاع STMicroelectronics. اسم ال project ده GPIO Toggle. هنبتدي منه الحقيقة ونترace البارت اللي فيه اللي بيينشاليز GPIO ports. وخاصة ال two ports او two port pins اللي مواصلين بالجرين والبلو لادز اللي موجودين على البورت. يعني نشوف الاول هو بيينشاليز زي ال GPIO عشان نتعلمه وعملها ازاي. هنشوف برضو هو بيعمل ايه الحقيقة علشان يعني نترن اللاتز دي on ارن off. يعني هو دلوقتي لما بيترن اللاتز دي on بيعمل ايه. ويترنت off بيعمل ايه. هندور برضو على ال part بتاع ال project دوت اللي بيعمل الجزء دوت. هنكون فيجر بقى الجزء بتاع البورت بين اللي هو واصل بال user switch علشان نشغاله كايمبوت. بن يعني البورت بين اللي واصلوا بال بي ايه زيرو اللي احنا اتفعنا ان هو دة ال انبوتبن بتاعتنا. او الانبوت سويتش بتاعنا واصل عليه. هنشوف بزبط ال configuration بتاعه ازاي عشان نخليه بايمبوت بن. وتمند FILE ال original project to make the green and blue lads blink only when the user's switch is pressed. هنشوف مع بعض الوقتة تجربة عملية علشان البروجيكت دوت نطبقه مع بعض. هبتدي برضو بنفس الانتجريت الديفلوب انفيرومنت بتاعت الارم زي ما شفناها المرة اللي فاتت. هبتدي بيو فيجن اللي هو كايل انفيرومنت زي ما احنا شفناها. هبتدي اول حاجة نفتح البروجيكت بتاعنا زي ما احنا قلنا اللي هو طوغل جي بي اي او طوغل اللي احنا كلمنا عليه. هنأوبن بروجيكت هنلاقي عندنا هنا مجموعة من الاجزامبلز كبيرة قوي منها جي بي اي او طوغل. هنختار جي بي اي او طوغل. طبعا احنا الانفيرومنت بتاعتنا هي الام دي كي ارم. طبعا في كذا انفيرومنت تانية ممكن احنا نعمل بيوه بنفس البروجيكت. فلو دخلنا على ام دي كي ارم. نفتح البروجيكت بتاعنا. هنفتح بالشكل اللي احنا شايفينه هنا كده. هيلاقي ان في عندنا في readme.text موجود. المفروض نقرأه علشان نعرف البنامج ده بيعمل ايه بالضبط. في الاجزامبل ده الحقيقة زي ما احنا شايفين كده. بيدسكرايب how to use ال جي بي او بي اس ار ار. لوال بورت ساتري سات راجيسر. ده احنا شوفناها قبل كده لوو بيعمل اتوميك اوباريشن عشان يشغل بدل ما يبقى فيها اي مشكلة من الانترابشن. وبايسيكلي بيخلي اللاتز الموجودة على الكتب بتاعتنا تطوغل. فبايسيكلي هو موجود عندنا يعني بيشتغل على الديسكاوري بورد اللي احنا بنشتغل عليها في الكورس دوت. وبايسيكلي بيحتاج مجموعة من البرامج ممكن احنا نعدلها او ممكن احنا موديفايت عشان نخليها تعمل البروجيكلي احنا اعودينه زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده. فطبعا الحاجات اللي احنا كنا تكلمنا عليها مرة اللي فاتت بيبقى فيها عنها طبعا دوكمنتيشن اللي بيبقى فيها ريد مي بيقول لنا البرنامج بيعمل ايه او الاجزامبل بيعمل ايه. بيبقى فيها عندنا جزء بتاع اليوزر هو ده اللي انا كنت بنصح الناس كلها ان هي تموديفاي فيه بس ما تغيرش اي حاجة تانية. بيبقى فيها عندنا جزء تاني بتاع الاستي ام ثيرتي تو في ال ديسكوري. في بعض البرامج اللي فيها درايفرز للبريفيرلز الموجودة على الكتب بتاعتنا بالذات. فدي طبعا من الحاجات اللطيفة جدا ان احنا ممكن احنا نبص عليها وممكن احنا نستغلها زي ما نشوف دلوقتي في البرنامج بتاعنا. فاول حاجة عشان نبص على البرنامج بنفتح المين. فده المين بتاعنا. هنلاقي انه هو بيعمل في الاول خالص شوية ده ده من البداية المين بتاعنا. بيعمل شوية انشياليزيشن هنتكلم عليها بعد كده في اللي هو جزء بتاع كلوك ده. هنتكلم عليه المحاضرة اللي جاية. جزء المهم بالنسبة لنا بقى هو الجزء بتاع الليد انشياليزيشن بتاعنا. دلوقتي هو عامل فنكشن جاهزة الى STM32VL discovery. وبيعملها مرة ليد نمبر ثلاثة وليد نمبر اربعة اللي هم اللي مقابلين لبي بي سي ايت و بي سي ناين اللي احنا نشوفناهم عندنا في الهاردوير سكماتيك دياجرام. علشان نشوفه وبيعمل ايه هنا بالزبط وده مطلوب عندنا في البروجيك بتاعنا. عشان نعرف بيعمل ازاي للبيت بتاعتنا دي ان هي تكون او بوت و بوش بول. لو احنا واقفنا هنا عماننا الرايت كلك. هيطلع الينا هنا في في العتنا ان احنا نقدر ان نروح للفنشن بتاع الفنشن دي دي. فممكن ننشوف الدفنيشن بتاع الفنشن دي. هنلاقي ان هي موجودة فعلا في الفايل اللي موجود هنا بتاع الموجود في بتاع الكيت نفسها اللي هي درايفر بتاع الكيت solid shot. هنلاقي بتاع الليد انت ما يا sachet موجود هنا. هنلاقي ان هو ها اللي بعملو فيه انه هو جزء اللي هو هينا هنا دوت بتاعنا دوت بيقول لنا انه هو عاوز جي بي اي او مود او بوش بول وبيختار السبيد بتاعتنا اللي هي خمسين ميجا هيرتز طبعا الاتنين دول مع بعض بيحددونا لسي ان اف زيرو واحد والمود زيرو واحد بيساوي كان بالزبط. وانس انه هو عمل كده بيكونفيجر البورت ريجيستر بتاعتي او الكونفيجراشن ريجيستر بتاعتي بالكلام ده. طبعا هو بيعمل هنا بطريقة الحقيقة لطيفة جدا انه هو عاملها بستراكشر ودي بتخلي الكود بتاعنا مور اوبجيك اوريانتد. فهو هنا عامل جي بي اي او انت ستركشور جي بي اي او مود كذا. اوكي. فباسيكلي هو دلوقتي عنده واحد بيعبر عن الجي بي اي او مود. واحد بيعبر عن السبيد زي ما احنا شايفين كده. وهو اوتوماتيكلي في الستراكشور ده بماب الفاليوز دي للريجيسترز المزبوطة في البورت بتاعنا اللي احنا محتاجين نستعمله في الابريشن بتاعنا. فهنا طبعا احنا يعني وانس ان احنا عملنا دي احنا هنعملها مرة للتلاتة ومرة الليد اربعة. هو اوتوماتيكلي بي يبقى بالكلام ده برضو البي سي ايت وبي سي ناين احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. بحيث ان هو الاتنين هما بوش بول. بحيث نقدر ان احنا لما نكتب عليهم واحد يبقى هتنور ولما نكتب عليهم زيرو الليد هتبقى مطفين. نرجع تاني للمين بتاعنا. هو هنا بيخلي الليد زي تنور وتطفي. عشان يخليها تنور وتطفي فيه فانكشن هو عاملها. استي ام ثارتي تو فيا الديسكافوري ليد اون. وكاتب ليد تلاتة مرة وليد اربعة مرة. نشوف برضو الفانكشن دي برضو نروح الديفينيشن بتاعها. هنلاقي كل اللي بيعمله هنا ان هو بياخد البي اس ار ار بتاع البورت بين ديت. ومجرد بس بيخليها بتساوي الحاجة اللي بتخليها تبقى ان. لها بتخليها بتساوي واحد. فبايسكلي يعني انا دلوقتي بخلي. هي بايسكلي ده بيقول الديفينيشن بتاعها. البين بتاعتي رقامها كام? فهو بيحط رقامها مباشرة في بي اس ار ار. فمعنى كده ان انا لو كنت بكلم على بين رقم ثلاثة او هنا بالنسبة لنا مثلا بيت رقم ايت او رقم اا اا ناين. هو اوتوماتيكلي بيحط في البي اس ار ار واحد في البيت نومبر ايت او البيت نومبر فمعنى كده ان هو اوتوماتيكلي لو انا يعني كتبتها في البي اس ار ار بالشكل ده يبقى انا اوتوماتيكلي اعملت اتوميك اوبراشن عشان اسات البيتس اللي مكتوبة عندي في ايت و ناين في اللوكيشن ايت و ناين اوكي لو انا عايز اعمل اف بقى اللي هشوفها بعد كده هلاقي ان انا بروح بقى البي ار ار وحط نفس الحاجة هي هي اللي حطيتها هنا رقم البني يعني دي لو شفنا رقمها كام لو شفنا دي او الديفنيشن بتاعها ايه هنلاقي ان هي يعني ممكن نبص على اللي هي دي بالذات هلاقي ان هو بيسيكلي بيعرفها هنا وبيسيكلي بيقدر ان هو يعني بيعملها كيعني ليد بن نمبر ثري رقمها كام ممكن نشوف الديفنيشن بتاعها برضو هنلاقي ان هي رقم تسعة والليد نمبر فور بن هنلاقيها رقم تمانية اوكي فمعنى كده ان هو بياخد دي ولو انا طبعا شفت الديفنيشن بتاع دي هلاقي ان هو مقابل لبيت رقم تسعة فيها واحد ودي بيت رقم تمانية فيها واحد لو رحت برضو بتاعها هلاقي زي ما احنا شايفين كده هو هنا بيت رقم تسعة هلاقي ان هي عبارة عن واحد موجود عندي في لوكيشن رقم تسعة واحد عندي في لوكيشن رقم تمانية يعني عامفين طبعا ده فكل واحدة من الفيجرز دي او كل واحدة من ديجيتز دي فيه اربعة بيت فمعنى كده دي رقم تمانية لان هنا فيه من زرغة سبعة ودي رقم تمانية ولما حركها كمان واحد ناحية الشمال تبقى رقم تسعة فباسيكي لو احنا شفنا الكود بتاعنا هنا زي ما احنا قلنا هنا مجرد بس ان احنا بنحط في البي اس ار 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 الو بتاعتنا المزبوطة اللي هي بتخليها ان هي تبقى بتساوي واحد وهنا لما ترنت اف بحط في البي ار 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 في نفس المكان بالزبط في نفس المكان البيت دي بالزبط واحد علشان تترنت اف الحقيقة لو انا حطيت اللاتز دي تترن اون وبعد كده تترن اف على طول الفريقونسي بتاعت الجنيريشن الفريقونسي بتاعت الفليكرينج اللي هيحصل لي او البلينكينج اللي هيحصل دوت هيبقى سريع جدا مش هقدر اللحظه بانايا فلازم احط هنا حاجة تعملي ديلي اوكي فهو حاطة فانكشن هنا بتعمل ديلي يعني فانكشن دي ممكن نبص عليها برضو كديفينيشن وهنا مجرد بيعمل لوب يعني لوب فاضية ما تعملش اي حاجة خالص ولوب الفاضية دي الحقيقة لما بنفزها بتاخد وقت شوية وقت والوقت دوت هو اللي انا بعمل بيه دي لي بتاعته فمجرب بس اني ببص على الجزء دوت الجزء بتاع الدي لي بتاعته دوت يعني بص عليه في المين بروغرام بتاعي دوت المين بتاعي نفس اللي ما ببص عليها شوفه بيعمل ايه هلاقي انه هو اه بيحط دي لي بي错د الدي لي بعد ما بيترنت اون وي错د الدي بعد ما بيترنت اوف فمعناه كده انا هيبقى فيه الدي هتطلع فوق تبقى هاي وتفضل فترة هاي وبعد كده تنزل تحت تبقى لو وتفضل فترة لو فهاشوف حاجة زي كده بفريكونسي اقلي بكتير جدا من الفريكونسي اللي انا كنت اخدها لو انا ما كانش عندي هنا دي طبعا لو انا بتكلم على الطريقة دي كده طبعا انا شايف دلوقتي شفت بتاع 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 عشان تكون او عشان تكون شكلها عامل ازاي وعشان تكون يعني لما اكون عايز اترنت اون او اترنت اوف بعمل ايه عاوز بقى اكمل دلوقتي علشان اشوف لو انا عايز دلوقتي اكون فيجر الوزر بطن بتاعي اخلي امبوت طبعا انا ممكن اروح برضو للدرايفر بتاعت الكت بتاعتي وبص فيها الاقي برضو في عندي فانكشن بتكون فيجر البطن في الاخر خالص هلاقي اللي هو البطن ايشياليزايشن اوكي او البطن ايشياليزايز في البطن بتاعي انه هو اه مود بتاعه امبوت فلوتينج اوكي فباسيكلي لو انا عايز اغير دي انا ممكن اغير دي اخليها اي حاجة تانية وطبعا بيبقى في عندي عدد من الاوبشنز اللي هي اه بول اب او بول داون طبعا لو انا سبتها خالص حتى من غير ايشياليزايشن احنا عارفين ان الديفولت مود افتر ريسات هو اريدي امبوت فلوتينج فانا اكشوالي مش محتاج ان انا دي مش محتاج يعني دي اوبشنل يعني ممكن ان انا لو معملتقيهاش بردو السيل برنامي يقدر يشتغل طب دلوقتي عايزة عايزة اقرى بتاعة البطن بتاعي دوت فباسيكلي بيبقى في عندي بردو فانكشن بتريد الانبوت من البطن بتاعي اللي انا محدده هنا دوت اوكي فهنا ممكن ان انا لو حبيت ان انا اقرى الانبوت بتاعي اللي هو بطن بتاعي ده اه بكام وعلى اساس كده اشوف ازا كنت هنفز الجزء بتاع الليد اون او الليد اوف دوت اا ممكن ان انا بدل ما اخلي هنا الوايل دي اا اوبن كده هيشغالها على دول طول الوقت كده لا ده انا ممكن اخلي الوايل دي ممكن اخليها ان هي حسب يعني يبقى فيه جوه اف ستيتمنت مسلا لو كان اليوزر بطن دوت اللي انا اريته بالفانكشن ديت اوكي لو كان بواحد يبقى معنا كده ان انا دلوقتي هخلي الجزء بتاع ده يبقى شغال لو كان اليوزر اه بطن بتاعي دوت بزيره يبقى معنا كده هخلي الايه هخلي الجزء دوت ما هو الشغل ففعليا اللي هيحصل دلوقتي احنا هنشغالها زي ما هي كده وبعد كده هنقاد بعد كده البرنامج ممكن اخليها الناس اياه ممكن تعمله تحط الاف ستيتمنت دي طبعا علشان نخلي البرنامج ده يشتغل بنروح زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت بنريبيلد اول هو بيبتدي يريبيلد كل الموديولز الموجود عندي في البرنامج بتاعي وبعد ما يريبيلد الموديول ذوت بنبتدي بعد كيه نخش في الديباج متاعنا اوكي بعد ما نعمل الكود بتاعنا ونبتدي بعد كده نخلي الكود بتاعنا ده dann execute. اوكي الف لما يبتدي execute زي ما احنا شايفين كده في الكد بتاعتنا بيبتدي بتنور لو انا حبيت ارجع تاني للبرنامج بتاعي دلوقتي la execution بتاعي هنا وهرجع تاني لبرنامج بتاعي. لو فرضا انا عايز اخلي واحدة بس من اللادز هي اللي اتنور. يعني لو فرضا خليت مثلا اللي هي اللاد اللي هي النبر ثري دي هي اللي اتنوره تطفي بس. ممكن نيجي هنا مسلا نخلي دي تبقى commented out. ودي تبقى commented out. اوكي? واشغل بعد كده او اريكم بايل برنامج بتاعي. واشوف بعد كده بتاع الكومنت out parts دي هيبقى شكله عامل ازاي بالزبط. خلاص وعمل كده وعد كده اروح على debug. اه وبتده انفز. هلاقي دلوقتي ان عندي اللاد الجرين لاد بس هي اللي بتنور. اوكي? فطبعا احنا بالشك ده كده احنا already اخدنا في اعتبارنا الجزء بتاع يعني احنا بنختار اني اللاد هي اللي بتنور بالزبط. وبنسلاكت اني واحدة اللي بتنور بناء على الحاجة اللي احنا شايفينها مفروض ان هي تشتغل في البرنامج. فدلوقتي اللي انا وقفت هنا الexecution. وارجعت تاني للبرنامج. اه طبعا اللي انا محتاجه علشان اكمل بقى الجزء اللي هو بتاع الكود بتاعي. ان انا اجي هنا ارجع دي دي مكانت كده. وهبتدى احط هنا if statement. والif statement دي تعتمد على القيمة بتاعت ال input بتاعي بيساوي كان. فهحط هنا if statement. واحط هنا في النص هنا كده احط القيمة بتاعت الجزء بتاع اللي هو الفانكشن دي اولا. هي الموجودة عندي هنا دي. وطبعا يلاها input argument. هنشوف دلوقتي القيمة بتاعته بتساوي كام. لو احنا جينا بصينا عليه هنا كده اللي هو البطن دوت. اللي هو البطن طيب دف دوت. بيبقى له كزا value طبعا. فهبص نشوف ال definition بتاعه. definition بتاعه دوت لو حطيته zero. يبقى بتكلم على user button. بتكلم على ان انا لو لو حطيت لو انا باخد الانعم دوت حطيته زي ما هو كده ممكن اخده زي ما هو كده احطه عندي في المين. اوكي. الحقيقة في جزء مهم احنا نسيناه هنا في الجزء دوت ان احنا لازم قبل ما نستعمل البطن اه نحنا نقدر نقرأ بتاعت البطن دي نحن ساها بتساوي كام. لازم نعمله initialization. فالفانكشن بتاعت الانشياليزيشن موجودة عندنا هنا في الـ driver functions بتاعتنا هنعمل لها copy. ونستعملها هنا مع الانشياليزيشن بتاعت بقية اللاز الموجودة عندنا على الايه? على على الكد بتاعتنا. فطبعا هنا احنا عندنا هنا هيبقى فيه الـ user button بتاعنا. اللي موجودة عندنا هنا. اللي هي button user. وبالنسبة للجزء بتاع البطن مود نفسه. ممكن برضو نبص على الـ type def بتاعه. عشان برضو بعارفين هو يعني قصده بي ايه? طبعا انا عايز الوقتي اذا كنت ان انا عايز استعمله كـ general purpose input output. ولا عايز اخليه exti يعني خليه external interrupt line. طبعا هن کمپايل تاني ونران هن کمپايل تاني ونران هن کمپايل تاني ونران ونشغل البرنامج. لما هنشاكين كده لما بضط على الزرار. التولات بينواره يدفو. لما مش برغط عليه. فده كده عملنا الـ function اللي احنا محتاجينها في الـ project بتاعه. طبعا هعندنا حاجات كثيرة جدا تتعامل في الـ project ده بالذات. ممكن نفكر بقى افكار مختلفة. ممكن من الشرط نستغل بس الـ let's الموجودة على الـ kit بتاعتنا. ممكن نستغل الـ pin header الموجود اللي فيه input outputs كثيرة جدا. عشان نقدر نعمل اي functionality احنا شايفنا ان ايه مناسبة. فده الحقيقة كان مجرد دامو بسيطة لـ ازاي ان احنا نستعمل general purpose input output باستعمال الـ kit بتاعتنا. بانصح الناس كلها الحقيقة انها تحاول تفتح الـ projects دي وتحاول ان هي تتعرف على طريقة الكتابة اللطيفة جدا الموجودة في الـ project الـ project دي لانها فعلا object oriented وممكن تبقى مفيدة جدا ان احنا نتعلم ازاي ان نستعملها في الـ project بتاعتنا. مهم جدا بعد كده ان احنا نبتدي بقى ندرس الحاجات اللي تسمح لنا بقى ان احنا نخش في تفاصيل اكتر في المايكرو control بتاعنا. فالمرة اللي جاية ان شاء الله نتكلم على الجزء بتاع الـ clock وجزء بتاع الـ reset وبعد كده نتكلم في محاضرات اللي بعدية على interrupts والـ timers. فالمرة اللي جاية نتكلم على الجزء بتاع الـ clockwork reset circuits. اشتركوا في القناة